البحر الأبيض والبحر الأبيض التنكات الكبيرة والبواخر تقدر تشيل الغاز في مقالة مهمة جدا كاتبها الأستاذ الكاتب الكبير والمحل الكبير حياء الأستاذ نعمال طه يوم الخميس في جريدة الوطن وعايز أشكر أستاذ محمود مسلم رئيس تحرير الوطن على أشياء كثيرة بتتم في هذه الجريدة الحياء اللي هي بتجد فيها كل شيء تستطيع أن تصدقه الأستاذ نعمال طه في التناول في المرخص ما قيل في هذا الموضوع عشان نبقى عارفين إيه الحكاية وإيه الجون الكبير اللي أستاذ الرئيس بيكلم عليه ده إيه الجون ده عشان نعرف ده لازم نعرف الخريطة اللي حاولينا شكلها إزاي إسرائيل أول منتب ده كلام ده أنا بكلم تلخيص اللي كتبه الأستاذ نعمال طه بقول أول منتب لغز المتوسط أنا حاولت أن أتصل به بس هو كان عنده ظرف طارق مش هيقدر تكلم مع أنا حاية في التليفون أول منتب لغز المتوسط وأول من سعى إلى تصديره إسرائيل فكرت وليت قدامها يعني أول بديل فكرت فيه إنها تعمل أنابيب من إسرائيل لأبرص وتنقل الغاز على حقول لأبرص ويتنقل شمالا تحت البحر إلى تركيا ليصب في شبكة الأنابيب اللي تغذي أوروبا إحنا عارفين إن تركيا عندها شبكة من تركيا تقدر تروح أوروبا خلاص عندها المواسير اللي بتودي الأنابيب اللي بتودي المهم توصل لتركيا فهم عايزين يوصلوا لتركيا إسرائيل قالوا نروح عن طريق أبرص ومن أبرص أنابيب تحت البحر للتركيا هذا البديل ده كان أول بديل فكرت في إسرائيل أهميته إن تركيا إسرائيل فكر في دليل إن تركيا دولة بتستهلك من الغاز 55% من احتجالاتها بتستوردها من الغاز فهي سوء يعني الوحدة هي سوء أصلا كمان ويعني روسيا بيتمد لا ده آسف روسيا بيتمد تركيا ب 55% من استهلاك تركيا أصلا مش عايزة تحتمد الاعتماد الكبير ده على روسيا عشان لو اختلفوا أو أي حاجة فتركيا يهمها إن يبقى عندها مصدر آخر للغاز الليلة من إسرائيل أو شيء من هذا القبيل هذا البديل ده كان لما إسرائيل فكرت في البديل ده كان ساعتها هي متخنقة مع تركيا من ساعة الحدثة بتاعة مرمرة الباخرة اللي كانت رايحة تفكه الحصار وإسرائيل ضربتها وموتت اللي فيها كلهم وحصل قطيعة وكلام ده كل نتنياهو بقى يعني اطر يعني ياخد حاجة عشان يطلع المرارة ديت وصالح أردوغان ودفع تعبودات للناس اللي ماتوا واتفقوا على هذا الموضوع وأردوغان مبصر جدا أردوغان من ناحية تانية قال لك أنا مهم جدا إن أنا أخذ إسرائيل معايا بتحالف معايا لأن ده حيفيدني فيما هو قادم ويفيدني على الأرض إن إسرائيل ما مدش الأكراد اللي هو العدو التقليد التركية بس الأعمال العملية مع أدى كلها البديل ده ممشيش لأن أبرس ما تحمستش ليه لأن أصلا أبرس عندها غاز ومش عارفة تديه فين مش عارفة تصدره فين فما تحمستش لهذا الموضوع وخاصة إن هي الغاز بتاعها لو حابت تطلع الأوروبا عن طريق تركيا استحالة لأن العدو التقليدي الأبرس تركيا فبقى الموضوع ده مش على مزاج أبرس وهذا الموضوع وقف عند هذا الحد في مركز اسم أرشاليم لدراسات المجتمع والدولة وده مركز مهم جدا وقاريب من السلطات في إسرائيل قال إن أولية الشراكة الاستراتيجية لإسرائيل تكون مع مصر وأبرس ولينان في مواجهة تركيا اللي وصفها بأنها العدو المشترك وموقع تامل بتاع الأوبل برايس قال في شؤون الطاقة قال إن حذر إن إسرائيل منها تتعاون مع تركيا لأن ده بيدمر فرص التعاون بتاعها فيما هو قادم مع أبرس واليونان ومصر المهم إن نتنياهو اختار الحل الأسوأ ورح عشان يعمل الحل ده أبرس ما هتمتش ووقف الموضوع ابتدت إسرائيل تفكر على حل تاني الحل التاني كان إن قالوا إن إحنا نودي لجنوب أبرس ومن أبرس لليونان ومن اليونان لإيطاليا ومن إيطاليا لأوروبا وبالفعل الدول الأربع قعدوا مع بعض فاكتشفوا إيه قعدوا في أبريل 2017 فاكتشفوا إن الخط ده عشان يعملوه حيب أطول خط غسف في التاريخ 2200 كيلو متر تكلفته 7 مليار دولار وحيوع 8 سنين اتقفل على الخبر مرور زي ما بيقولوا اتقفوا عليه كده إنه مش هينفع البديل التالت ظهر أمام إسرائيل عندما وقعت مصر مع أبرس اتفاقية في 2016 والاتفاقية ديت إنه أبرس حندي خط لنا الخط بتاعها وده الكلام ده حنتيه بعد سنتين في 2020 بدأت يعني العمل في الاتفاقية دي وإحنا حنعمل إسالة للغاز ده ونصدر نخزن ونصدر الغاز الأبرسي لبرا أصبح النهاردة انت فكرة إنه يلي لك غاز وتبيع هنا وتصدر هنا وتعين هنا انت حتعينه هنا بفلوس لو حتوته بتنكاتك لأنه ما عندهمش تنكات لا في إسرائيل ولا في أبرس ومشكلة إنك إنت بتبقى عندك اكتشفت حقول والغاز عندك بتدلدق على الأرض هتوديه فين ما هو السهلاك إسرائيل وأبرس قد كده الغاز اللي طالع ده وادوه فين ما هو مش عارف وادوه في أي حتة في أي مكان لا عنده إسالة ولا عنده أي حان ولما كانوا عاملين خط معنا والقرارات الثورية العنترية اللي إحنا خدناها دول احترام للقانون الدولية ما هو إحنا صورة بقى ولغينا البتاع اتفقعنا إحنا 2 مليار و700 مليون دولار آسف مليار و700 مليون دولار من الغرامة عشان الاتفاية بتاعت الغاز بيننا وبين إسرائيل إسرائيل لما لقيت هذا الكلام الله طبعا أنا أخش النهاردة النهاردة أنا أخش في ده إسرائيل أصلا تستطيع عندنا الخطوط اللي بيتمدها فإسرائيل مشكلتها محلولة معانا إحنا معانا لأنك أنت فلماتين الشركات الخاصة زي الشركتين اللي هم القطاع خاص اللي عمل الاتفاقية الأخرانية ولتحورت الاتفاقية التي تم تحورها لأن الاتفاقية اللي معمولة زي ما نقول لإحنا عندنا مركز المركز الغاز اللي إحنا عاملينه دلوقتي وأي التفاقية وتفاقية يعني لسه لا لا ما التفاقاش عليه نهاردة القطاع الخاص حتى السنة الرئيس بيتكلم وفيه قطاع خاص بيخسر نهاردة لما هو قح يسورد يديم غاز من إسرائيل القطاع خاص بقى وحيبيه أنا لما يحيني القطاع الخاص أنا حاخد فلوس عليه المرور والكلام ده والحالات دي كلها فأنا بيبي والإسالة اللي أنا حمال الغازة حيني غاز وحعمله إسالة وحنصدره للتصدير تمام؟ هذا ده كله احنا حنقض عليه فلوس احنا النهاردة تقول أنت الهم حاجة في الغازة الموضوع أنك أنت التحالف المحور اللي كان معمول إسرائيل تركيا قطر ضرب ده دي واحدة اتنين أصبح النهاردة وزي الأستاذ جمال طهم هو كاتب وده نقطة لازم نتنبه ليها هو كاتب في حتة النهاردة في المقالة بتاعتهم الخميس قالة مهمة جداً في الوطن بقول الحرب المقبلة هي الأخطر والأشد الضراوة فمنطقة شرق المتوسط تحتضن سنوات غازية مهولة تبلغ قرابة تلتمية واربعين تريليون متر مكعب وفق تقديرات المسح الجليوجي الأمريكي وهي كمية تتناوز الاحتياطة المؤكد دوليات المتحدة مما يجعلها بؤرة الاهتمام الدولي في السنوات المقبلة لأنها قادرة على قلب توازنات القوة بالمنطقة والعالم إذن فيه النهاردة وإحنا من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بعد المؤتمر بعد شات الرئيس مفتاة حقل زهر طلع أردوغان والوزير خريلياته قال لك إحنا حقوق حنمنع وكلام ده كله كان فيه تحديد مستر أو زي ما بقوله في لغة تحرش سياسي في هذا الموضوع أنا النهاردة بقى لما تبقى إسرائيل النهاردة مصلحتها والغاز اللي عندها اللي هي طلع عندها ومش عارفة تديه فاني حتة ولا عارفة تصرفه لما يبقى التصرف ده قطاع خاص من عندنا بيصدر له وبيعمل بقى بقى النهاردة خطوطها وأنا بيبقى والكلام ده فات من عندنا وبتصدر هي بقى تروحها عندنا مش هتقدر تخش في التحالف التركي القطري وده مهم جدا في مسألة الصراعات مصر موقفها ثابت في القضية الفلسطينية ده موضوع إنما النهاردة لما يبقى النهاردة فيه صراعات بتتعامل الكمبينات بتتعامل في البحر الأبيض أما يبقى النهاردة حد من اللي كان في قلبه هذا الصراع وخلع النهاردة من المحور التركي النهاردة وبينضم للمحور اليوناني القبرصي إحنا في مصلحته لأنه دي مصلحته وإحنا مصلحته منعملهاش ليه إحنا بناخد ده شغل بالنسبة لنا إذا كنا عايزين نبقى مركز إقليمي للطاقة علي أن أتعامل مع جميع من في المنطقة هو ده اللي بتم السياسة والمصالح النهاردة النهاردة شوف أنت النهاردة بصبر شديد لدن القيادة السياسية بتعمل إيه أنت وتعمل محور شكلها إيه لأنك أنت الخطر الكبير بتفككه بتفتته علشان لما بتفكك كتلة الخطر دي بتتلاشى مليش عليك لما النهاردة حد بيعتمد على أن إسرائيل تبقى معاها في ظهره وكلام ده كله وإحنا عارفين بوابة مصر الشرقية في اللي فيها فيها أنا النهاردة لما تبقى إسرائيل لها مصالح في خط الغاز حابة لها مصالح الإرهاب اللي في سيناء يخلص عشان ما يفجروش أنا بيه بالغاز حابة لها مصالح في حاجات كتيرة جدا لأن الغاز بالنسبة لي مسألة مهمة جدا موسيقى موسيقى